وصل الدكتور تيدروس إدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين وكانت الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة في مقدمة مستقبليه حيث سيطلع مدير عام المنظمة خلال الزيارة على تجربة المملكة المتميزة في التصدي لجائحة كورونا والحد من انتشارها بما أسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كما تشمل الزيارة الافتتاح الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين